بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة اشرح الهوست ورازاية relationship ايه هو الهوست وهيه هو البرازاية الهوست هو العائل او الجسم اللي بيتم اصابته بيه اللي هو الكائن اللي هو المايكرو ارجانيزم اللي هو يسبب له مرض سواء كان انسان او حيوان او نبات هو ده الهوست فاحنا هنا في دراستنا هتكلم عن الهيومن اللي هو الانسان البرازاية اللي هو الكائن الممرض اللي هو المايكرو ارجانيزم اللي هتسبب لي المرض. هناخد شوية تعريفات حوالي خمسة. لازم نحفظهم ونفهم قبل ما ندخل في دراسة انواع البكتيريا وكده. ايه هو الباسوجين? هو الكائن الممرض. تعريف الباسوجين هو المايكروارجانزم الباسوجين هو الايه? المايكروارجانزم اللي هو الكائن الضقيق اللي هو اللي القادر على حدوث ايه? مرض. طب الباسوجيني شبكتيريا. ايه هي الباسوجيني شبكتيريا؟ هي بكتريا بكتيريا كبابips家 disease. برضو البكتيريا القادر على حدوث ايه? انها تسبب مرض. اللي هي وتسمى مينلي بارازيتك يعني مينلي يعني انا اساسي. اساسي انها هتسبب مرض. أو السابروفيتك. طب في نوع تاني اسمو باكتيريا اللي هي البوتينشيال باسوجينيك بكتيريا اللي فوق كان اسمها باسوجينيك بكتيريا انما دي اسمها بوتينشيال باسوجينيك بكتيريا يعني بوتينشيال بكتيريا مترددة هي اصلا في الاساس كانت بكتيريا كومنسل عايشة في جسم الانسان احنا خدنا تعرف الكومنسل ده ومأكدالكم عليه يعني ايه كومنسل يعني هي عايشة هي مستفيدة ما سيبقل لها زي مثلا البكتيريا اللي موجودة في الانتست هي مستفيدة من الإنسان ولكن الإنسان نوت أفكتت ما بتأثرش به لا بتسبب له مرض ولا حاجة بس هي عايشة ايه هي مستفيدة والطرف الآخر اللي هو الإنسان نوت أفكتت مش ايه دير ده معنى لكون منسا ولكن حطه مية خطة تحت ولكن لانها بتيجي في الامتحان فيه ظروف معينة لو إنسان منعته قلت مثلا أو حصل حاجة بتتحول إلى بسوجينك وفي الحالة دي بنسميها الأبرطيونيستيك بكتيريا تعريف ده لا يخلق منه أي امتحان كل الامتحانات لازم تيجي لازم يجي فيها تعريف الأبرطيونيستيك بكتيريا يعني ايه أبرطيونيستيك يعني انتهازية انتهازية هي بقول لكم عايشة في حالها اللي الإنسان ما بتأثرش بيها ولكن عنده ظروف معينة under certain condition تحت ظروف معينة تلاقي إن البكتيريا دي تحولت لبسوجينك وسببت مرض مع إنها كتعايشها مسببش مرض ولا حاجة عشان كده سمينيها أبرطيونيستيك بكتيريا بكتيريا انتهازية ركزوا وعرفوا يعني ايه أبرطيونيستيك بكتيريا يجي يقول لك التعريف بتاعها اختياري مثلا هي تحت ظروف معينة ويجيب لك بقى اختيارات البسوجينك اللي معرفش ايه ابرطيونيستيك بكتيريا ويحنا نختار اللي هي الايه الابرطيونيستيك بكتيريا البكتيريا الانتهازية انتهزت ان مناعت الجسم قلت مثلا الإنسان جاله دور دور برد جديد حصل اي حاجة تروح هي ايه خينة انتهازية دي يعني خينة تروح ايه مسببة مرض ماشي تالت تعريف معينة او رابع تعريف اسمه الهوست هوست يعني ما انا شرحنا قبل كده اللي هو العائل ازا انفكتد بادي يبقى الهوست ازا انفكتد ايه بادي ممكن يجي تعريف برضو احنا نعرف التعريفات دي كلها لانه احتمال ان هي تيجي في المتحيل انفكتف ديزيز ايه هو الانفكتف ديزيز هو المرض المعد يعني ايه مرض معدي يعني بحصل انفيجن يعني غزه اه مثلا البكترية بتغزو الجسم وبتعمل ايه بقى بتعمل 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 يعني تحطيم لانسجة العائل تحطيم لانسجة الانسان وبالتالي يعني ايه ازعاج او خلل اوف زير فيسيولوجيكال فانيكشونز اه بتغير في الوظائف الفسيولوجية بتاعت اللي ايه التيشوز اللي هي الانسجة فبالتالي بتغير طبيعة تتلاقي انسان مثلا جاله دور برد جاله ايه مش قادر يقوم السرير مش قادر يقول انا حسن جسم كله تعبني او متكسر من نفس الاسلوب كده يبقى هي ليه لان هي البكترية او الفيروس بيخش الجسم بيعمل انفيشن غزو وبعد كده بيعمل ديستراكشن او هستيشوز ديستراكشن يعني تحطيم او تكسير للهستيشوز الانسجة بتاعت اللي ايه العائل طب ما هو الانسجة تكسرت او حصل لخبطة فيها فهيحصل ايه ديستربانس هيحصل ازعاج او خلل في الايه في الوظائف الفسيولوجية للتيشوز للانسجة مش هو بالتالي يحصل خلل في الوظائف الفسيولوجية للايه للأورجنز الاعضاء او اللي هي الاجهزة بتاعت الانسان زي الجهاز التنفس زي الجهاز الهضم وهكذا ماشي ده معنى هو المرض المعدي بعد كده ايه هي العدوى يعني ايه عدوى اللي هي غزو غزو الجسم جسم الانسان يبقى ايه هي الانفكشن هي غزو جسم الانسان او الحيوان بالكائنات الحية الدقيقة بس ده معنى الانفكشن سهلة مش فاحج بعد كده هتنقل لحاجة تانية اسمها الانفكشن سايكل يعني الانفكشن سايكل اللي هي اللي انا رسمها لك ده واشرحها لك ده هي دايرة العدوى العدوى بتتم ازا وبتبدأ منين وبتنتهي فين بس احنا هنحفظهم حوالي 6 خطوات هنفهمهم احنا بنحفظ احنا بنفهم يبقى الانفكشن سايكل بتبدأ هتبتدي باول حاجة اول حاجة خالص الكوزتف ايجنت مسبب العدوى يعني ايه يعني ايه او مصدر العدوى مصدر العدوى يعني العدوى جاية من انسان انسان بيعدى انسان انسان عطس مثلا وعنده دور برد والرزاز بتاعه طلع في الهوى فاذا هيعدى الاشخاص الموجودين حواليه الانفكشن جاء من كات القطط مثلا عملت الانسان تم اصابته من الحيوانات يبقى ده هو ده مصدر العدوى تالت خطوة المود افترانزيميشن ازاي طريقة الانتقال بتاعت الانفكشن العدوى دي اتنقلت ازاي انتقال العدوى ده عن طريق انهي جهاز مشي يعني اتنقلت عن طريق جهاز التنفسي عن طريق جهاز الهضمي يعني جهاز التنفسي هيبقى عن طريق الرزاز مثلا او النفس او الاربورن او هكذا عن طريق الجهاز الهضمي اللي هو الديجست في ايه سيستم هيبقى عن طريق اللي ستول مثلا وهكذا يبقى ده هو المودق في ايه بعد كده هدي حصل ايه خلاص البكتيريا تنقلت لجسم الانسان عن طريق الرزاز مثلا وجي انسان تاني تنفس والرزاز دخل ايه الجهاز التنفس الفيروس دخل بقى جسمه هيحصل ايه هيخش جسم ايه جسم العائل اللي هو الانسان طب هيخش هيعمل ايه هيعمل طلعا خطوات هنحفظه هيلتصق بجسم ايه العائل هيبدأ يسبب كده ماشي المستعمرة وطيب هو عمل مستعمرة هيعد لا هيعمل يعني يعني لو كان خلية واحدة هتصبح خليتين والخليتين هيصبحوا اربعة والاربعة يصبحوا تمانية ويقعد يعمل ايه ريبليكيشن او ملتبليكيشن ماشي طيب عمل الكلام ده كل هو كده خلص اه وكده خلص مهمته مش خلص يعني خلص هالانسان لا هو دخل وعمل عدوى هو هدف الفيروس ان هو يزيد في العدو حتى علاج الفيروسات اللي بيتاخد مش عشان ما فيش حاجة اسمية الفيروسات هو بيعمل انهيبشن للا للملتبليكيشن بيوقف الفيروس ما بيخليش يزيد في العدد ماشي او البكتيريا بقى بتخش جسم العزان ادهيران سكولونيزيشن بتعمل ملتبليكيشن بعد كده بتخرج بقى من جسم الهيومن ده او الهوست بتخرج الهي اجزيت فروم هوست هتخرج بقى عن طريق بقى لو عطس عن طريق زي ما احنا قلنا في الاول وترجع تاني اللي هو مثلا البكتيريا دي اهي هترجع تاني الكوزدف ايجنت وتلف في الدايرة من اول وجدي يبقى هي دي هي دي الانفكشن ايه هي دي الانفكشن سيكل يبقى دي تعريفات الهوست برازية ريليشن شب نازم نحفظه الباسوجين اللي هو الكائن الممرض المايكرو ارجانيزم كيباب الباسوجينك بكتيريا البكتيريا الممرضة هي بكتيريا كيباب ميلي برازيتك ماشيه بعد كده البوتينشيال باسوجينك بكتيريا اللي هي البكتيريا الانتهازية انتهازية يعني هي بتكون اساسا في الاصل كومنسة البكتيريا ماشيه متعايشة تعريف ده مهم جدا وبعدها تعريف الابرتيونيستيك بكتيريا الهوست الانفكتد ايه الانفكتد بادي هو الجسم المعدة او الجسم المصاب اللي تم العدوى اللي هو يعني الانفكتف ديزيز هو المرض المعدة هو ايه it is invasion وبعدين يعمل destruction of hostages and disturbance of their physiological functions الانفكتشن العدوى is invasion of the body of pain or animal with microorganisms دي تعرفات سهلة جدا نحن شرحناه يعني سهلة حفظها يعني بعد كده الانفكشن سايكل الانفكشن سايكل بتبدأ بالكوزتف ايجنت مسبب العدوى زي البكتيريا مثلا بعد كده مود اوف ترانزميشن انتري الهوست بيعمل ايه ادهيرانس كولونيزيشن ملتبليكيشن وبعد كده اجزت فوروم هوست ويعيد الايه ويعيد السايكل تاني شكرا شكرا